يستعملات الانرق فيلترز هي كتيرة في الالكترونيك سيركيتس ومن اهم الاستعمالات بتاعتها في الاحوال الي يكون فيها اتأكشن الفوانتد سيجنال لو كان عندنا انوانتد سيجنال ونويز متشلوش بشكل كافي من الدايرة بالفلترين يعني بتسمح لبعض الاشارات انها تعدي والبعض التاني ما بتسمحلوش نوعية عدي وطبعا احنا بنتكلم على ان عادة بيبقى single signal frequencies هي اللي بتتكلم عليها اللي هي بنعرف السيجنال اللي هي wanted in terms of signal frequencies بتاعتها وبنتكلم على ان signal frequencies بتاعت السيجنال اللي هي اللي احنا عارفين هي بالنسبة لنا مهمة بتعدي ما بيحصلهاش اي reduction وفي الوقت نفسه السيجنال التانية بتبقى completely suppressed او sufficiently attenuated يعني بتقل بشكل كبير قوي في الليفل بتاعها في output بتاع الفلتر بتاعها المثال اللي على كده اللي احنا كلنا يمكن شفناه قبل كده المثال بتاع low pass filter low pass filter بيبقى basically عندنا مجموعة من frequencies اللي هي في low pass frequencies بتعدي ومجموعة تانية ما بتعديش فالresponse بتاعنا بيبقى واحد لمجموعة من frequencies وزيرو لمجموعة تانية طبعا ده ideal filter وهنعرف ان الكلام ده ما هواش practically realizable لازم احنا نوصل يعني ان ال specification دي تبقى الى حد ما تبقى relaxed شوية او تبقى الى حد ما more practical بالنسبة لل practical implementation وهنلاقي ان ده فعلا ما هواش بيفري كتير معانا الحقيقة في performance يعني ممكن ما يبقاش الدنيا ideal قوي بس في الاخر هنلاقي برضو ان احنا منحصل على الحاجة اللي احنا عاوزينها من الفلتر بتاعنا كترمينولوجي بالنسبة للفلترز نبتعد اعرف على شوية حاجات كده بحيث ان هي دي اللي في الاخر هنعملها specifications علشان نقدر ان احنا نعرف ال response بتاع الفلتر بتاعنا هيبقى عامل ازاي؟ ففي عندنا طبعا الجزء الاولين هو pass band اللي هو range of signal frequencies that are allowed to pass through a filter with little or no change in the signal level يعني بكلمة ده على الجزء دوت على الجزء دوت ان هو basically في الجزء دوت ال frequencies اللي موجودة هنا بتعدي زي ما هي ما بيحصلاش اي حاجة خالص يعني لو حصلها حاجة يبقى برضو very little يعني ما بيبقاش حاجة صغيرة بيبقى حاجة very minor فمعنى كده ان هو الجزء ده بعتاب ان هو بيمر من غير اي تغيير خالص ما بيحصلوش اي attenuation خالص بنتكلم على ال pass band cut off frequency بنتكلم على ال edge بقى بتاع ال pass band where there is a 3dp reduction in signal amplitude او half power point يعني بتكلم عن النقطة اللي عادة هنا دي النقطة اللي هي اخر نقطة في ال pass band بنقول ان النقطة دي بيبقى عندها maximum 3dp attenuation ده ده الاكتر حاجة نسمح بيها في ال pass band فعند النقطة بتاعت ال cut off frequency دي بنعتبر ان اللي قبليها بيمر واللي بعديها ما بيمرش اوكي فدي نقطة مهمة جدا علشان لما بنتكلم مثلا على filter معين ب cut off frequency معينة بنكلم على cut off frequency دي هي اللي بتحدد لنا frequencies اللي بتعدي و frequencies اللي ممتعديش عن ناحية التانية بقى بنلاقي ان stop band stop band هي range of signal frequencies that are reduced in amplitude by an amount specified in the design and effectively prevented from passing يعني عشان كده بنسميها stop band stop band هي الجزء اللي تحت ده هنا كده هو ده الجزء اللي انا بعتبر ان انا بعمله attenuation كافي انه هو يبقى almost ان هو مش موجود يعني frequencies اللي هنا دي بعتبر انها في output اكناها مش موجودة خالص وده فعلا بيبقى ورأي يبقى ان يكون كده لما عمل مسلا signal attenuation مثلا 60 db مثلا 60 db دي حاجة ضخمة جدا بكلم ان انا بقللها بمقدار مثلا بكلم على حاجة زي واحد على الف مثلا يعني بتكلم ان انا يعني بالنسبة لي حاجة زي كده يعني تعتبر signal فعلا اكناها مش موجودة بالنسبة لل signal التانية اللي موجودة signal اللي انا بسمح لها انها تعدي يعني الفرق هنا في response من هنا وهنا الف مثلا هي 60 db ممكن اطلب برضو في ال design بتاع ان يكون اكتر وعمتا هو في ال stop band ده هيبقى التانيويتد على اقل بكام دي واحدة من المواصفات اللي انا لازم اذكرها عشان اديزاين الفلتر بشكل سليم اخر حاجة بقى جزء بتاع transition zone او skirt response هو الجزء دوت جزء اللي هو اللي بين الاثنين الجزء اللي بين ال pass band وبين ال stop band طبعا الجزء دوت يعني طبعا حاجة جاية من practical implementation ideal اللي زي ما احنا شفنا في ال ideal filter كان بيبقى response نازل sharply كده من ال pass band ال stop band طبعا ده ما هواش practical في الواقع فبقى فيها عندنا مرحلة كده بيبقى response اللي فيها بيترانزيشن من ال pass band ال stop band طبعا المرحلة اللي بيقى فيها ال response بينزل من ال level اللي هو يكون almost 1 ال level اللي بيبقى almost zero دي بتاخد وقت وعادة المرحلة دي كل ما صغرناها كل ما كان order بتاع الفلتر بتاعنا بيزيد كل ما كان يكون اكبر ويكون فيه components اكتر طبعا بيبقى يعني ال demand بيبقى اكتر شوية فطبعا احنا بالنسبة لنا بنحاول لديزاين ال transition zone دي بحيس انها تكون practical بالنسبة لل application بتاعنا وفي الوقت نفسه مهياش كبيرة قوي مهياش يعني مهياش كبيرة قوي عشان تناسب ال application ومهيش صغيرة قوي عشان ال order ما يبقاش عالي ويبقى التكلفة بتاع الفلتر في ال implementation تبقى غالية يعني النوع الاساسية بتاع الفلترز اللي very commonly used يعني هلاقي ان النوع الاولين هو لو بيعادي مجموعة frequencies بتبقى قريبة من zero وبعد كده لما frequencies تبقى لحد معاهم تبتدي بعد كده تبقى ايه cut off تبتدي تبقى في ال stop band ال high pass بيبقى عكس كده بيبقى ال frequencies العالية بتاعدي ما بقاش اي مشكلة frequencies القليلة اللي هي including DC value بنلاقي ان هي بتبقى attenuated او بتبقى completely blocked ممكن بقى نلاقي combination من الاثنين دول ممكن نلاقي حاجة اسمها band pass frequency أو band pass filter band pass filter بنتكلم على ان احنا عندنا مجموعة frequencies بس هي اللي بتاعدي وقبل كده وبعد كده ما بيعديش يعني هنا مجموعة frequencies بس هي اللي في النص هي اللي بتاعدي وبقية frequencies ثانية اللي قابليها وبعدها ما بتاعديش عكس كده بقى band stop band eject او سعب اسميه notch filter لو كان ده صغير قوي زي مثلا 50 hertz notch filter راحنا بنستعمله عادتا عشان نشيل 50 hertz يعني نوز اللي موجود على البعض signal زي ECG مثلا بالله عندنا ان احنا عندنا في كل frequencies بتاعدي معادي مجموعة frequencies هي اللي ما بتاعديش فدي طبعا ممكن لو احنا اخدنا حوالين 50 hertz عادتا بنعمل filter من 45 لغاية 55 hertz مثلا عشان نشيل 50 hertz بيلاقي ان ده بيبقى ideal او بيبقى واحدة من الامثلة الواضحة جدا بالنسبة band stop filters عادتا نلاقي كل انواع دي الحقيقة موجودة وعادتا احنا بيبتدي في design بتاعنا عادتا من low pass filter وبعد كده بنقدر نحاوله بعد كده اي واحدة من دول يعني ببساطة لو انا عايز احاول low pass filter ده ل high pass filter لو انا اخدت الواحد ناقص الكلام ده هيطلع لي في الاخر حاجة شابه كده ففي الاخر اقدر احاول filter characteristics اقدر احاول اي واحدة من الانواع المختلفة اللي موجودة عندي فيه الانواع التانية ممكن يبقى فيه تصنيف تاني لانواع filters من حيث بقى المرة دي pass band و stop band response شكلهم عامل ازاي فممكن اول نوع بيبقى ان عندي فيه pass band و stop band الاثنين شكل response دههم smooth فده بسميه smooth pass band وده من امثلة بتاعته نوعين من انواع الفلترز المهمين قوي باترورث والباسل function filters ممكن نلاقي بردو نوع تاني بيبقى فيه عندنا فيه pass band فيه ريبلز ونقدر نتحكم في الريبلز دي قيمتها دي طبعا لما بعمل لانا relaxation لل smoothness constraint اللي هنا دوت بلاقي ان ده بيحسن لي كتير حقيقة في performance بالفلتر بلاقي ان انا ممكن بالفلتر ده احصل على نفس responsive order اقل فده بسميه pass band بسمح هنا يكون في عندي ريبلز كده within limit معين ويبقى عندي في ناحية تانية في ال stop band مبقاش شوي ريبلز بيبقى smooth ده من امثلته هو واحدة برضه من انواع مهمة جدا من انواع الفلترز اللي احنا مستعمله ممكن يبقى العكس بقى ان يكون عندي pass band يكون عندي smooth ويبقى عندي ال stop band هو اللي فيه ريبلز اوكي فده بسميه stop band ripple وده بتكلم على ان امثلته ال inverse chip shift filter يعني هو عكس ده فعليا يعني ده بيبقى في عندي هنا ريبلز موجودة في stop band هنا بيبقى عندي ريبلز موجودة في pass band لو انا خليت بقى في سمحت بان يكون عندي ريبلز في pass band وفي stop band يبقى انا بتكلم على حاجة ممكن تخليلي order بتاعي هنا يبقى احسن كتير جدا من orders موجودة في اي نوع من الانواع التانية كل واحدة من الحاجات اللي انا بعمل لها دي بتفرق معايا بتخلي order بتاعي ممكن يبقى اقلب نفس ال specification بالضبط فالمثال كده الحقيقة هو elliptic function filters وده واحد من انواع برضو المشهورة قوي والانواع المهم قوي في الاستعمالات بتاع ال analog filters طبعا لو احنا عاوزين نعمل analog filter design احنا باسيكلي بيبقى عندنا في كل problem بيبقى عندنا مثلا cut off frequency مختلف وعندنا specifications مختلفة للجزء بتاع attenuation بتاع stop band cam و transition zone وحاجات زي كده كتير احنا بالنسبة لنا في filters بيبقى الطريقة اللي الناس تبعيتها الحقيقة عشان تخلي design دي يبقى اسهل بكتير بالنسبة لكل الناس ان نخلي design بتاعنا موجود في tables دي مبنية على normalize filters normalize filters دي cut off frequency بتاعها هو omega بتساوي 1 radian per second حقيقة اللي الناس لقيت ان هي تاخد 1 radian per second دوت ان هو احسن من اخدها 1 hertz عشان ما باش عندنا twice pi factor في ال calculations في كل احوال normalization عموما ان انا خليت ان الناس كلها تعمل design او بقى في عندي tables ل design معمولة ب cut off frequency ثابت واقدر بعد كده اعمله scaling لل cut off اللي انا عايزه ده بيسهل علي كتير الحقيقة ان انا يبقى عندي design موجود وانا مجرد بس ان انا باخد design ده وعمله scaling لل problem بتاعتي طبعا بتكلم على ان مش بس ان احنا بتنرماليز على cut off frequency لا احنا بتنرماليز كمان ان يبقى عندنا 1 ohm load impedance فباسيكلي لو احنا عندنا برضو design مختلف عن 1 ohm ممكن يبقى في عندنا واحد برضو design معمولة على 0 ohm ممكن يبقى في design معمولة على infinity ohm يعني حاجة كن في عندي open circuit بتكلم من انا في الاخر بيبقى عندي حاجة بقدر بها ان انا يعني يبقى في عندي design جاهز وفي الاخر انا بقى نحن 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 نعمل بطاعته على البرامتر فباسيكلي زي ما قلت لدي reason for normalization is to make the calculations of values simple وبرضو بالله ان احنا ممكن نحن نعمل design using tables of normalize component values يعني basically one set of normalize component values can be used to design passive low pass high pass band pass and band stop filter within load impedance يعني انا بيعاندي design موجود جاهز الديزاين ده موجود low pass filter cut off frequency بتاعته 1 radian per second باخد انا الديزاين ده اقدر اعمله بعد كده transformation low pass filter باي frequency اي cut off frequency واي load impedance او ممكن احوله كمان يبقى high pass او band pass او band stop زي ما انا عاوز برضو بمجرد ان انا بعمل transformation لل values الموجودة فيه حسب ال problems بقتي design specifications بقتي عاملة ازاي فهي طبعا بالنسبة لي very convenient ان انا بيبقى عندي على طول design process نفسها بقت almost mechanical يعني ما فيهاش بقى ان انا بقعد احل problems بتاعت ال equations بتاعت ال filter from scratch لا انا عندي حل موجود والحل ده انا مجرد بس ان انا بعمله يعني ان انا بسكيلت او بعمله transformation up to values انا بستعملها في design problem بتاعتي الخطوات بقى اللي احنا بنعملها فعليا عشان ن design with normalized analog filters ان احنا اول حاجة من select type of response يعني نشوف اذا كان response بتاعنا بنكلم على يعني بنكلم مثلا على اذا كنا عايزين مثلا smooth pass band وال pass band ripple وال stop band ripple بنكلم على both pass band و stop band ripple يعني بنكلم على نوع الفنكشن نفسها ممكن اقول برضو butterworth و chabyshev و inverse chabyshev كل الحاجات دي بختارها في type once ان انا اختارت type يبقى انا خلاص بقى عندي مجموعة tables موجودة لل type ده ببتدي بقى اتكلم عليها بعد كده بعد كده ببتدي اختار filter order بتاعنا filter order معناها دلوقتي المواصفات بتاعتي هتحتاج filter order قد ايه دي بيبقى فيها عندنا مجموعة من ال curves كده بسميها frequency response curves frequency response curves دي هتساعدنا ان احنا نبص منها نشوف احنا محتاجين المواصفات بتاعيتنا محتاجة order قد ايه فدي هنشوفها بتعمل ازاي هي مجرد بس ان انا بنفس ال response ده انا اختارت من هنا order معين بقى انا ده اللي بتكلم علي once ان انا اختارت order معين بقى عندي set of values للفلتر دوت بقى عندي شكل اول حاجة configuration ليه او شكل architecture معين ليه يعني arrangement مثل ال R وال L وال C values الموجودة فيه بقت عندي محددة وبقى عندي values بتاعيتها ايه normalize دي محددة بعد كده يعني once ان انا يعني بقى عندي normalize component values دي بقت موجودة بعمل لها scaling بقى to obtain normalize component values for the frequency impedance and frequency response بالنسبة لل low pass او high pass او band pass او whatever as required يعني هنا بيختار type اختار type ده بيقولنا ان احنا هنبص في ال table بتاعت مثلا shape hf او بتاعت مثلا elliptic function او بتاعت butterworth بعد كده ببص على مجموهة graph عشان احدد ال order بتاعي فين بعد كده بطلع مجموهة normalize component values الموجودة في ال table بعد كده بعملها scaling علشان تماتش ال cutoff frequency اللي انا عايزه تماتش ال impedance بتاعت اللود اللي انا عاوزها تماتش نوع الفلتر اللي انا عايزه سواء كان low pass او band pass او high pass او band stop او basically هم ادود الاربع خطوات اللي احنا دايما هتتبعهم في design using normalize annual filter values اول مثال اللي بتاعتني نكلم عليه هو الباسل response الباسل response عموما هو يعتبر smooth في الباس بان واتنواتي بي رايز smoothly in the stop band يعني كل ما رحنا في ناحية بتاعت ال stop band الاتنواتي بتزيب بشكل almost linear فباسيكلي هنلاقي ان باسيكلي ال stop band attenuation increases very slowly until the second frequency is several times higher than the cutoff point far away from the cutoff point attenuation rises as 6n db per octave يعني بتقل 6n db per octave يعني او كان عندي مثلا بتكلم على third order filter هيبقى عندي ال slope بتاع ال attenuation curve بتاعي 18 decibel per octave طبعا octave ده معناها ان ال value بتاعتي تبقى double يعني المسافة اللي بين 1 و 2 دي اوكتايف المسافة اللي بين 2 و 4 دي اوكتايف المسافة اللي بين 4 و 8 دي اوكتايف يعني باسيكلي ان انا اكون عند frequency المسافة اللي بينهم بتبقى هي دي اوكتايف طبعا دي اوكتايف يعني بكلم على log scale طبعا حاجات دي بتكلم على frequency scale نفسه بيبقى يعني بكلم فيه ان هو يعني بيبقى معمول ك log scale اوكتايف لان المسافة بين كل كل حاجة اللي ضعفها بتبقى نفس القيمة بالظبط يعني زي ما احنا عارفين ان log twice n مثلا هي عبارة عن log 2 زائد log n ففي الاخرة يبقى عندي المسافة بين ال twice n وال n هي log 2 which is هي دي الاكتايف دي اوكتايف دي فعملات انا الاقي ان الفلتر ده بيبقى ممتاز جدا ويلاقي طبعا اتنوائشنا دي بيبقى ممتاز جدا بس طبعا عبية الاساسي بتاعته ان احنا الاكتنيوائشن بتاعتنا بتبتدي تبقى عندها الكيرف اللي هو 6 n db 6 n db per octaif دي بتبقى موجودة بس بعيد شوية عن القطوف فريكنسي يعني لا بتديديش على طول من هنا فهنشوف الكلام ده في الكيرف كده ممكن نعمله بحيس ان هو يحسن لنا البرفورمانس شوية. في الحقيقة الباسل ريسبونس الكاتوف بتاعه بيتعرف بطريقة مختلفة شوية عن الطرق اللي احنا متعودين عليها. بيتعرف ان هو الباسل ريسبونس which gives a one second delay. يعني مش بتكلم على ان انا بيوصل 3db او حاجات زي كده في الريسبونس بتاعه كماجنيتود. لا بتكلم على الديلي اللي هو جروب ديلي بتاعه بيبقى مقداره قديه. فالحقيقة ده بيطلع علينا ان الكاتوف بتاعنا مهواش كونستنت. بس بيعتبر اكتشوية بيعتمد اكتشوية على الفلتر او بتاعي بكام. فالحقيقة بيبقى في كوريكشن فاكتور كده بيتحط بالنسبة لي البيسل فونشن ريسبونس. علشان في الاخر يعمل لنا سكيلينج بحيس يبقى عندي ال 3db دايما بتبقى عندي او ميجا بتساوي واحد. فباسيك لو انا عندي او بتاعي بيساوي كذا. يبقى عندي قصاده بالشكل دوت عشان في الاخر يوصلني ان او ميجا بتساوي واحد لكل الاردر بتاعتنا. فباسيك ده بيعمل بحيس ان انا دايما بحصل على ال بتاعي ان يبقى الكاتوف بتاعي عند او ميجا بتاوي واحد. فده لو بتكلم على ال natural cutoff بتاعي بيبقى كذا. هو اكتشوية لما انا بتكلم على يعني الكاتوف بتاعي لما بعمله normalization بيبقى في الاخر يعني بيوصل في الاخر ان يبقى عندي كاتوف بتاعي عند الواحد. علشان نقدر نختار الوردر بتاعنا بشكل سليم بنستعمل حاجة ما نسميها الـBesser Response Curves هي عبارة عن Attenuation vs Frequency for Different Orders يعني متكلم هنا الواحد ده بيمثلي الـCut-off Frequency بتاعي ومتكلم بعد كده ما يكون هنا اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة وكذا احسنا مثلا شايفين الـ Frequency Scale هنا هيبقى عبارة عن لغاية لما وصل هنا عشرة يبقى معنى كده عشرة الـCut-off Frequency بتاعي هنا ده الـ Attenuation بتاعي بيبقى كام عند كل واحدة من الـ Frequency طبعا همتوقع ان احنا كل ما احنا بعيدنا عن الـCut-off Frequency كل ما الـ Attenuation كان اعلى وزا ما احنا شايفين بيبقى فيه مرحلة في الاول كده ما هياش الدنيا ماشي فيها بسرعة بس بعد كده مفروب بننزل بالـ Rate اللي هو 6NdB per Octave فبتكلم مثلا لو انا فرضا عندي مواصفة اللي جايالي ان انا عند مثلا خمسة Cut-off Frequency يعني خمسة اوميجا نوت اللي هي الـ Cut-off Frequency بتاعي كان عايز Attenuation 60dB يبقى معنى كده ده اتنين تلاثة اربعة خمسة ببتدي اطلع هنا شوف الـ 60dB دي هتكون فيهن نقطة بتاعتها هنا كده في النقطة دي بالظبط النقطة دي زي ما احنا شايفين كده بين order N بتساوي ستة اللي هو كيرف دوت او N بتساوي ستة على كيرف النقطة دي و N بتساوي سبعة اللي هي دي يبقى معنى كده طالما ان انا عايز اغطي النقطة دي عايز النقطة دي تبقى satisfied مقدرش اختار الـ order اللي اقل منها لازم اختار الـ order اللي اعلى منها فاختار هنا الـ order بتاعي N بتساوي سبعة يبقى معنى كده انا من الكيرف دوت جبن المواصفات اللي عندي بتاعت الـ stop bad information بتساوي كام بقدر احدد الـ filter order اللي انا محتاج ان انا استعمله ويبقى بكام احنا يا سوفر عملنا تحديد للنوع الـ filter نفسه نوع best response حددنا الـ order بتاعه من response curves زي ما احنا شوفنا عايزين بقى بعد كده المرحلة بتاعتنا انا اطلع الـ filter values بتساوي كام فاحنا دلوقتي من الـ tables بتاعت الـ basel هنلاقي في عندنا مجموعة tables كده معمولة للباسل response هنلاقي عندي حسب الـ order بتاعي في مجموعة مكونات كده بتاعت ما موجودة طبعا زي ما احنا شايفين احنا عندنا عادة الـ order بتاعنا بيحددين عدد الـ reactive components موجودة عندنا في الفلتر فبتكلم مثلا ما يكون عندي order واحد بيبقى عندي C واحدة لو عندي اثنين بيبقى عندي L-O-C مثلا يبقى فيه اثنين reactive components وهكذا كل واحدة هنلاقي ان عدد المكونات بتاعتها حسب عدد المكونات الـ reactive بتاعتها حسب order بتاعها بيساوي كام فدلوقتي لو انا كنت بتكلم على ان الـ version الموجودة عندي هنا ديت هي دي لو انا بسلا اخترت order 7 مثلا زي ما كنت قلت قبل كده يبقى هي دي المكونات بتاعتي قيمها بتساوي كده طبعا دي بتبقى normalize ما تبقاش exact انا بعد كده بعمل لها scaling زي ما احنا بنشوف بقى حسب الايه حسب الـ parameters الموجودة عندي في الـ design بتاعتي عاملة ازاي طبعا بتكلم هنا ان ده بيبقى ممكن يبقى موجود لـ R-source بتاعت الـ source بتاعي بتاعت الـ input بتاعي بتساوي كام ممكن تبقى R-S بتساوي infinity أو R-S بتساوي 0 لو انا بتكلم ان انا بقى عامل R-S بتساوي infinity يبقى هي الـ values دي لو انا بتكلم على R-S بتساوي 0 يبقى معنى كده بيبقى الـ filter design شكله بالعكس يعني بيبقى عندي بدل C1 بيبقى L1 وبدل L2 بتبقى C2 وهكذا نفس الـ table نفسه بنفس الـ values بتاعتي هي هي بيبقى عندي table تاني ان R-S بتساوي 1 يعني basically بتكلم من source impedance بتاعتي زيها زي الـ load impedance ما فيش اختلاف كبير برضو عندي مجموعة tables كده بالشكل احنا شايفينه دوت وبقدر برضو منها ان انا طلع مجموعة values برضو حسب اللي ايه حسب الفلتر بتاعي الـ order بتاعه كان الشكل بقى بتاع الفلتر نفسه بيبقى فيه اشكال مختلفة بقى حسب الشكل اللي موجود عندي حسب النوع الفلتر بتاعي لو اولا بتكلم على fifth order مثلا لو باس فلتر و R-S اكبر من او تساوي واحد يعني ممكن بتساوي واحد او بتساوي infinity بلاقي ان الـ configuration بتاعتها شكلها عامل كده كل اللي انا بعمله بقى اللي انا باجي بالـ values انا طلعتها من الـ table بحط بقى عوض هنا مكان الايه مكان الـ L1 والـ C1 والـ L2 والـ C3 والـ L4 والـ C5 وهكذا بالشكل دوت كده فباسيكلي انا بتكلم على ان كل الـ design ده normalize على R-load بتساوي واحد وبيتغير بقى الـ table نفسه بتغير حسب R-S اللي هي source impedance بتاعتي بتساوي كم فطبعا لو هي بتساوي واحد يبقى فيه matching بين الـ الاثنين دول لو هي بتساوي 0 يبقى معنا كده هلاقي فيه table مختلف لها او بتساوي infinity برضو بقى لها table نفس table اللي هو بتاع R-S بتساوي 0 فطبعا ممكن لو انا بتكلم على R-S اقل من او تساوي واحد ممكن يبقى فيه configuration تانية بالشكل ده كده بيبقى عندي L1-C2-L3- وهكذا زي ما احنا شفنا برضو في table بتاعنا ممكن احنا نلاقي نفس table ممكن يبقى مستعمل في C1-L2-C3-L4- وهكذا او ممكن يبقى L1-C2 وهكذا بنفس الشكل ده كده ممكن اختار values اما كده اما كده اما كده وفي الاخر هما الاثنين دول بيعملوا نفس function بالضبط الفلتر ده six order فبلاقي ان six order ده بقى في عندي ستة reactive components زي ما احنا شايفين كده برضو نفس الكلام ال values بتاعيتهم بتيجي من ال table مباشرة زي ما احنا شفنا لكل واحد من ال even او odd يعني filters بيقى له شكل معين وانا بعد كده لو عايز ازود عليه بقى بالشكل نفسه اللي انا بتكلم عليه هنا يعني مثلا لو انا عايز اخلي 6 order ده عايز اخلي 8 order يعني order 8 يبقى زود كمان section هنا هيبقى في عندي C6 او C7-L8 اوكي فباسيكلي بيبقى نفس الشكل كده بزبط يعني المرحلة دي بتتكرر وبشوف ال values بقى بقى من table وبس مجرد بس ان انا احطها هنا على الدايرة بتاعتي نفس الكلام بالنسبة لو كنت بستعمل بقى العكس بقى بتاع الكلام ده بدلا بستعمل الحاجة بسميها شانت C بيبقى عندي حاجة اسميها series L يعني الفلتر بيطالي بسيريز L مش بشانت C بيبقى عندي نفس الكلام بزبط section بتاع اللي هو بيتكرر هو عبارة عن السيريز L مع الشانت C فباسيك لو انا عايز زود هنا كمان واحد يبقى فيها زود هنا L7-C8 اوكي وفي الاخر برضو response بتاع الفلتر ده هيماتش response بتاع الفلتر ده لو انا عندي RS بساعة واحد ممكن استعمل ده او ده الحقيقى لو انا عندي R كبيرة بإنفينيتي مسلا يبقى لازم استعمل ده لو R صغير اقول مصدير وبستعمل ده وهكذا المشكلة السيئة اللي كانت موجودة عندنا في البسر response انه هو كان بيعمل 6N dp per octave بس الحقيقى ما كانش يبتدي على طول مباشرة من عند ال cutoff frequency لأ كان بيبقى في delay شوية كده وبعد كده يبتدي بعد كده يبقى response ده يبقى موجود اللي هو ال attenuation اللي هو اللي احنا عاوزينه ده يبقى موجود فالحقيقى ال butterworth response ده نوع تاني من نوع ال smooth pass band responses حقيقى مست ان هو نفس الحاجة برضو فيه smooth pass band و smooth increase بس الحقيقى بيبتدي على طول مباشرة من عند ال cutoff يطلع على طول بالcurve اللي هو 6N dp per octave يعني احنا فاكرين في الcurve بتاع ال basal function كان بيستنى هنا شوية كده وبعد كده يبتدي يطلع بعد كده 6N dp per octave هنا بيطلع على طول مباشرة من النقطة بتاعت ال cutoff فباسيكلي بتخلي ال response بتاعنا بيبقى احسن وخاصة في المناطق اللي هي الجنب ال cutoff frequency بتاعتنا بتساوي كان فلو بنتكلم على 60dp attenuation 3x cutoff يعني عندنا 3x cutoff frequency عندنا بيسيكلي منبص على اوميجا بتساوي 3 ولو احنا عايزين 60dp attenuation زي ما احنا بنقول هنا كده يبقى معنى كده النقطة دي هتبقى هنا برضو يبقى معنى كده لو بسيط على الكيرف ده يلاقي ان هي بين N بتساوي 6 وN بتساوي 7 يبقى معنى كده اختار ال order بتاعنا N بتساوي 7 لان الكيرف بتاعه هو اللي ايه هو اللي حققق لي ده الكيرف بتاع N بتساوي 6 اقل شوية يعني عند النقطة دي هو اقل شوية من ال response اللي انا عايزه فباختار من هنا برضو من نفس الطريقة اللي انا عملتها بالكده من response curves دي بقدر احدد ال order بناء على ال attenuation characteristics اللي موجودة عندي في ال design problem بتاعتي في الحقيقة البترورث filter ممكن يعمله implementation very similar fashion اللي كنا شفناها في البسل function filters فباسيكلي بيبقى عندي برضو هنا مجموعة من ال capacitors inductors محطوطة كده في series كده وبتكلم ان انا ممكن اعملها في شكل shunt c او first component in shunt c او first component series L فباسيكلي هنا بيبقى عندي capacitor في الاول وبعد كده ال inductor او هنا ممكن يبقى فيه inductor الاول والايه وبعد كده ال capacitor بمماشي هنا c1 l2 c3 l4 وهكذا هنا بمماشي l1 c2 l3 c4 وهكذا ال table بتاع البترورث اللي هو زي ما كنا ساعملنا برضو table في ال vessel function كان عندنا برضو نفس الكلام هنا برضو نقدر نبص نلاقي ان table بتاعنا يعرف لنا قيم بتاعة المكونات دي ايه بالنسبة لل normalize cutoff frequency اللي هو واحد انا بعد كده باخد قيم المكونات دي لل order اللي انا عايزه وبعد كده بعمل لها scaling بقى علشان اوصل بيها تبقى matching لل design problem اللي انا بشتغل فيه ال table بتاعة البترورث بيبقى بشتاك كده برضو بتبقى متعرفة طبعا لاما rs بتساوي infinity و rs بتساوي 0 طبعا كل واحدة من دول بتبقى لو انا مسلا اتكلم عن order 7 بيبقى عندي برضو دي ال values بتاعتي لو انا كنت بشتاعمل مسلا في الاول الخاصة اللي هي الشانت c بقى باخد المكونات اللي هنا دي كده يبقى دي عبارة عن c1 و دي تبقى عبارة عن l2 وهكذا لو انا بشتغل ب series l يبقى باخد ال values الموجودة هنا دي ان هي ال values بتاعة series l في الاول و دي تبقى بتاعة c2 داش و دي بتاعة l3 داش وهكذا يعني ممكن نفس المكونات دي تبقى يا اما الشانت c او series l مايبقاش في اختلاف بينهم و هما نفس ال values بزبط هي هي لو انا طبعا بتعامل مع rs بتساوي infinity يبقى معنا كده هي دي ال values انا باخدها لو انا بتكلم مع rs بتساوي zero يبقى هي دي ال values انا باخدها لو عندي rs بتساوي واحد التابل بتاعي بيختلف شوية بالمنظر ده rs بتساوي واحد معناها source impedance بتاعتي هي تقريبا بتساوي load impedance بتاعتي مفيش اختلاف بينهم كبير rs بتساوي zero rs بتساوي infinity يعني واحدة اقل بكتير من ال load impedance اللي عند زيرو واحدة اكتر بكتير من load impedance اللي هي infinity فلما تكون rs بتساوي واحد يعني source impedance بتاعتي matching load impedance بيبقى عندي دي ال values بتاعتي يبقى مسلا ده لو باخد order 7 يبقى هي دي ال values انا اخدها وفي الحالات دي الحقيقة لما تكون rs بتساوي واحد بيبقى عندي دايرة بتاعت اللي هي series l او شانت c هما دين زي بعض و بزبط ما فيش اي اختلاف فيه نتنين دلوقتي بقى نتكلم على response اللي هي فيها ripples بقى بنتكلم على ان احنا بنالاو ripples in the past band بس بيبقى فيها عندي بقى smooth increase and stop bad attenuation يعني جزء اللي هو بتاع الattenuation هنا دوات بيزيد attenuation بتاعها بشكل linear زي ما احنا بتعودين وبشكل smooth انما ال past band كان فيها مجموعة من الرipples او فيها الرipples موجودة هنا انا بحدد basically قيمة الرipples دي كام علشان اقدر اعمل ديزاين بتاعي يعني يبقى بالشكل السليم اللي انا عايزه طبعا انا يعني لما بعمل allowing لل past band response اللي هو يبقى عنده ripples او يبقى عنده فيه variations fluctuations صغيرة كده ال stop band attenuation بترايز sharply just beyond the cut off frequency response يعني عند ال cut off كده مش بتنزل بشكل smooth زي ما شفنا في ال butterworth او البسل لا بكلمنا بتنزل اسرع بكتر بقى في الحالة دي فباسيكي بنكلم على ان beyond the cut off frequency attenuation rises by 6 ndb per octave which is the same as a butterworth بس for a filter of equal order measured at the same frequency شبشف response will produce more stop band attenuation because of the sudden rise in attenuation immediately beyond the cut off point يعني عنده بعد القطوف point عنده very sharp decrease وبعد كده بعد ال sharp decrease ده بيبتدي بعد كده يبقى فيه 60 ndb per octave يعني انا فينى عندي نفس ال rate اللي بينزل بيه بس هو actually كان فيه step في الاول كده نازل جامد جدا في الاول فهنلاقي انه عند نفس ال order بتاع الشابي شف والبترورث هنلاقي ان الشابي شف ريسبونسل اللي هو التنوية بتاعه اعلى ففي الحالة دي بقى احنا بنعمل كورفات مش مرة واحدة بس بالنسبة للشابي شف بيبقى عندنا different curves او different graphs for different pass band ripples كل ما زودنا pass band ripples كل ما كان الجزء اللي هو بتاع ال attenuation هنا ده بيبقى شاربر ويبقى اعلى شوية فباسيكا كل ما خليت واحدة من design constraints بقى تريلاكس زي جزء بتاع ال pass band ده بقىش smooth قوي ده بيحسن لي في الجزء اللي هو بتاع ال stop band بيبقى طبعا ال attenuation بتاعه بيبقى شاربر زي ما نشوف ففي عندنا مجموعة كورفات كل كورف منهم الحقيقة بيعرف لي attenuation بتاع لما يكون عندي مثلا هنا .01db هنا .1 هنا .25 يعني عندي ريبل نفسها amplitude بتاعها او magnitude بتاعها بيبقى في حدود الكلام ده .01 او .1 يعني بيكلم على .1db بيكلم على انها مثلا يعني طبعا بيقلب كتير جدا من 3db بتاع بتاع الكاتوف يعني نكلم احنا سامحين في بتاع البترورث مثلا ان الباس بان دي بقى فيه من اول 0db لو ما فيش ايه التنوية خالص لل 3db فبتكلم على .01db دي ما هيش تعتبر significant خالص بالنسبة لل بالنسبة لل 3db طبعا ممكن نوصل حتى يبقى فيه عندنا 1db ودي برضو still within ال 3db اللي احنا بنعتبره من هما دول بيعرفونا الباس باند في البترورث حسب الوردر بتاعي طبعا احنا ممكن نشوف مثلا لو احنا عندنا مثلا نتكلم على 60db عند 3 يعني مثلا ايه تلاتة هي 3x cutoff frequency 60db هلاقي نفسيا النقطة تاعتنا هنا هنا بنتكلم على الفلتر order 6 لو احنا نفاكين طبعا في البترورث كنا محتاجين 7 طب نشوف بقى بعد كده لو روحنا مثلا ل 1db ده 3x اهي نشوف 60 60 هتبقى هنا هنا محتاجين 5 فباين جدا لخمسة هي اللي هي الكيرف ن بيساوي 5 بيبقى اعلى من الكيرف بتاعه 6 اللي هو بتاع 60db عند 3x فبيلاقي ان احنا كل ما علينا الباسباند ريبل كل ما سمحنا بمعنى صح الديزاين بتاعنا سمح ان يبقى فيه هنا ريبلز ماجينتود اعلى كل ما كان الفلتر order اللي احنا بنحصر عليه بيبقى من الايه من الفلتر order اللي احنا بنحصر عليه فيه لما يكون عندنا ريبلز قليلة وفي كل الاحوال بنلاقي طبعا ما احنا سمحنا بريبلز عموما هنلاقي ان الريسبونس بتاعنا هيبقى احسن من الريسبونس بتاع الفونكشن زي ما فيهاش ريبلز زي البترورث او زي الباسل فبي فيه عندنا برضو تيبلز بالشكل دوت زي ما احنا شفنا قبل كده التيبلز اللي كانت موجودة عندنا فيه الانواع التانية هنا بقى لازم نعمل تابيليشن للفاليز بتاع الوردرز بتاعنا عند كل واحده من الاتنمات المختلفة يعني الكرف دا بتاع الPTO 1 كيف بتاع ال PTO 1 هههة فباستعمل الكيرفي بتاعه. وبعد كده بستعمل التابل بتاعه عشان اطلع على البعض. في الاخر برضو ملاقي ان احنا عندنا الديزاين بتاعنا. زي ما احنا شايفين كده بيبقى شابه الديزاين بتاع البترورث والشابي شاف. هو بره برضو عن سيريز ال سي كمبوننت. وطبعا بيبقى حسب الوردر بتاعي بيبقى عندي طبعا الكمبوننت دي بتتغير قيام بتاعتها. وبتغير بتاعي. يعني هنا مسلا عدد الكمبوننت بتاعتي خمسة. يبقى معنى كده بيبقى بيبقى عندي عدد الكمبوننت بتاعتي تبقى ايه. تبقى ادل الوردر بالزبط. ممكن يبقى عندها نفس الكرفات هي هي برضو بالنسبة للزيرو او الانفينيت سورس امبيدنس. بيبقى عندها برضو بنفس الشكل احنا شايفينه هنا ده. بيبقى برضو متعرفة لكل واحدة من من بتساوي كام. احنا في كل الاحوال لازم نحدد بالنسبة لنا في الاول خالص محتاجين الوردر بتاعنا يبقى بكام. والسورس امبيدنس اللي هم توقعينها هتبقى بكام ريلاتف للايه. ريلاتف للايه للوود امبيدنس. وعلى اساس كم نستعمل بقى التابل المناسب لها من الفنكشن بتاعتنا اللي احنا بيشتغل بها. نفتكر الخطوات اللي احنا اكلمنا عليها في الانرق فلتر ديزاين. كان اول خطوة ان احنا نختار الفنكشن. نستعمل مثلا باسل ولنختار باتل وورث ولنختار شابي شاف ولا واتفر. الخطوة التانية ان احنا نختار الوردر بدأ بناءنا على الكروفات بتاعت الريسبونس بتاعت كل واحدة من الانواع اللي احنا مختارينها. بعد ما اختارنا الوردر كنا بنبص في التابلز بعمل لك اوب في التابلز باللوك ابل الفاليوز بتاعت النورماليز كمبوننس في التابلز اللي بتطلقنا نفلتر كاتوف فريكونس بتاعه بيساوي اوميجا بتاعت واحد. يعني النورماليز كاتوف فريكونس بتاعه اوميجا بتاعت واحد. فاحنا دلوقتي عاوزين بقى نعمل المرحلة الاخيرة خالص اللي احنا بنعمل فيها سكيلينج للفاليز بتاعتنا حسب البراميترز بتاعت السيركت بتاعتنا. فبيبقى في عندنا الديزاين بتاعنا بيبقى سكيلد بيزا على الفورميلاز دي. ان الال الحقيقية بتاوي R L star twice by FC. R دي هي عبارة عن load impedance الحقيقية بتاعتنا اللي موجودة. و L star دي الكمبوننت اللي هي النورماليزد. والFC دي هي الكاتوف فريكونسي الحقيقي بتاعه بيساوي كم. ده طبعا بيبقى بالهرتز. بكلم عليها نعمل هرتز. ونفس الكلام هنا السي بتساوي C star twice by FC على R. فعندي C star دي هي النورماليز كمبوننت. الFC دي عبارة عن المكون بتاعه اللي هو الفريكونسي بتاعي الكاتوف فريكونسي الحقيقي اللي هو بالهرتز بيساوي كم. والR دي هي load impedance بيساوي كم. بالشكل ده كده انا بحول المكونات اللي كانت نورماليزد لفريكونسي معينة وللود امبيدنس معينة. بقت دلوقتي جنرال اللي بقى بالنسبة للبروبلم بتاعتي. بقت دلوقتي هي الحقيقية اللي انا بروح في الدايرة بتاعتي وعمل لها عشان نحصل على الفلتر الكاتوف فريكونسي بتاعه هو الكاتوف فريكونسي الحقيقي اللي بتاويزه. فلو بتكلم مسلا على ان عندي load impedance بتاعتي بتساوي مسلا 100 اوم. وبتكلم مع الكاتوف فريكونسي بتاعي بيساوي واحد كيلو هرتز. يبقى معنا كده هنضرب في فاكتور. R دي بتساوي 100 اوم. وFC دي بتساوي واحد كيلو هرتز. هي عبارة عن الف. وبطلع بقى بقى بعمل سكيلنج للل ستار اللي هي الموجودة عندي كنورماليزد ريسبونس. بعمل لها سكيلنج بالفاكتور دوت. وبطلع الالة الحقيقية بتساوي كام. ونفس الكلام بالنسبة للسي نفس الكلام بعمل نفس الحكاية بالضبط. بعمل برضو سكيلنج للسي ستار بتاعي بتوايس باي في الف في مية. عشان قدر احصل على قيمة الحقيقية بتاعت الكاباستور اللي بستعمله في الدائرة بتبقى كامل. لو خدنا مسال بقى محدد نقدر نحنا نعمله امتليميتيشن بالكامل. عندنا الوقت يقايدين لديزاين فورث اوردر لو باس فيلتر و سيكس هوندر اوم وكاتوف فريقونسي ثري بوينت فور كيلو هيرتز. فبتكلم على ان الفلتر دا تو بي دريفن فرم زيرو اوم سورس. يعني اديا الوب ام. يعني انا باسيكي مدخل على الفلتر دا من اوب ام. ازا ما احنا شفنا قبل كده الوب ام. السورس يعني الاوب امي دا ستاعته بتساوي صفر. وباسيكي انا مختار الريسبونس بتاعي يبقى عنده بوينت وان دي بي رابل. يعني اسعمل الشيفي شيفي راسبونز. وعندي P Burton P B Deborah. اوم خطوة احنا اختاره خلاص طالما اختاره دلوقて ان احنا عندنا ريبلز في الـ الخطوة التانيه بنروح بعد كدا لال through Find part بيسوي كامل اللي هو مقابل التاخلم الموجود عندنا هنا. عندنا اول حاجة هنا هنا الـ Table بيحتاجه عشان نحدد الـ Order بيسوي كامه. احنا هنا الـ Problem نفسها مدينا الـ Order هأطول جاهز. يبقى معنى كده بسكب المرحلة بتاعتنا بلوك اوب الكرفات بتاعت الـ Response عشان هطلع الـ Order بيسوي كامه. فانا عارف انه هو Fourth Order. Order N بتسوي 4. وعارف انه هو Point-1 DB. فبص عليه على الـ Table الـ Deep response بـ Point-1 DB. وبص عليه الـ N بتسوي 4. وطلع على المكونات دي هتطلع بالشك تاكده. ال 1 داش بتسوي كزا. ال C2 داش بتسوي كزا. ال 3 داش بتسوي كزا. C4 داش بتسوي كزا. وانت انا طلعت دول. اوكي. بتكلم على ان انا دلوقتي عاوز اعمل لها سكيلينج. فبعملها سكيلينج بايه بقى? زي ما احنا شفنا قبل كده. الفنكشن بتاعت اللي هي ال L بتسوي L star في R على twice by FC. وال C بتسوي C star على twice by FC في C star. فمعنى كده بتكلم مع انا كده بتكلم ان انا مجرد اعمل سكيلينج بالفاريس الموجودة عندي بقى الكاتوب بتاعي تلتاة ربعمية. ولود انبيضة بتاعي ستمية. فبيطلعي بقى الكريفات اللي اطلعي فعلا الفاريس بتاعت الدائرة بتاعتي بتسوي كم? يعني هلاقي L1 بتسوي 42.57 ملي هنري. L3 بتسوي 41 ملي هنري. C1 بتسوي 138.4 نانو فاراد. بقى مع C4 بتسوي 52.64 نانو فاراد. فبدا كده في الاخر يبقى ده الفلتر بتاعي بالزبط بيسوي كم. طبعا من الواضح ان احنا صعب جدا نحنا نلاقي دواير او نلاقي مكونات دي. فغالبا نحن نتكلم بقى هنا ان احنا في الدواير دي لازم نحط معاها اا حاجة زي تريمر يعي اختار اقرب قيمة من القيم بتاعت الا او الكابستانس اللي موجودة عندنا في السوق. وبعد اي كان حط معاها حاجة زي كابستانس او بحيس ان احنا نقدر نعمل تريمينج للفاريوس بتاعت بتاعت الكل واحدة من البرانش دي بحيستوصل القيمة المزبوطة اللي موجودة عندي في الفلتر بتاعي فطمعا في الاخر احنا مهمتنا في جزء بتاعة الانالوج فلتر زي احنا نطلع الـ values دي بالزبط بتساوي كام في الـ implementation بقى دي قصة تانية ودي بتتعمل بطريقة بسيطة باستعمال الـ variable components اتكلمنا السوفور على design بتاعة الانالوج لو باس فلتر اوزين بقى زي ما احنا قلنا اخر قطو خارف الـ design احنا ممكن نحول اللو باس فلتر دوت الـ high pass filter او band stop filter او band pass filter فهنشوف كنا نعمله ازاي البداية برضو هنا في الـ high pass filters ببتلي برضو من الـ tables بتاعة normalize low pass filter models بنتكلم على cutoff frequency بتاع normalize model ده نوع 1 radian per second وبرضو termination resistance او الـ load resistance بتتخيل ان هو واحد اوم الـ strategy بتبقى very straight forward in all-pole filters بكلم على الـ butterworth مثلا والشبي شيف بنتكلم نحنا بنـ replace each inductor by a capacitor and each capacitor by inductor in the same low pass model يعني باسيكلي لو انا عندي مجموعة من الـ values انا جبتها من الـ circuit بتاعة الـ butterworth filter مثلا لو عايز احول الفلتر دوت من low pass filter بcut off frequency 1 radian per second لـ high pass filter cut off frequency بتاعة 1 radian per second كل ما علي اعمله ده انا اغير كل واحدة من المكونات لو كانت قلة خليها السي ولو كانت سي اخليها اقل نشوف الكلام ده كده مع بعض عشان نبقى متخيلين وبيحصل ازاي الفلتر اللي فوق دوت ده هو عبارة عن low pass filter جاي من ديزاين بتاعي بيبقى برها ده عبارة عن شانت سي وفي بعد كده series L شانت سي سيريز L ده الـ order بتاعه طبعا زي ما احنا شايفين كده order بتاعه الخمسة ومتخيلنا دلوقتي source impedance بتاعة 1 لو انا دلوقتي عايز احول الـ low pass filter دوت الـ high pass filter بنفس الـ cutoff هو هو كل ما علي اعمله ان انا اغير القيم بتاعة الـ values الموجودة هنا يعني كل المكونات الموجودة هنا خليها العكس يعني السي بتاعتي هنا بدل ما هخليها هنا تفضل سي كده لا تبقى L و L دي بتبقى واحد على قيمة السي اوكي يعني تبقى واحد على قيمة بتاعة الـ capacitor دي بتسوي كم هنا بدل ما كان فيه هنا inductor هحط الـ capacitor بواحد على الـ value الموجودة هنا ولو كان هنا عندي فيه أا بكلم على ان عندي RWP user برض نفس commission وتحاولي الـ inductor بواحد على المقلوب الـ value وهاكذا يعني وفسط على الفلتر ده و الفلتر ده مكان كل واحدة من المكونات بقى مقلوب يعني هنا بدلا ما كان فيه C ايه بقى ال هنا بعد ما كان فيه L بقى Л وقى المكان فيه L بقى C وهكذا كل المكونات انا غيرت كل لل بقى الـ C وكل C بقى L و الـ value زي ما احنا شوفنا كده evet. يعني كل الـ value بقت واحد على الـ value كانت موجودة في LOWPASS filter model وانس ان انا عملت كده انا دلوقتي عندي high pass filter low cutoff frequency one radiate per second. دلوقتي اللي مطلوب مني اعمل ايه بقى? بطلوب مني ان انا احط بقى ال values بتاعة ال load impedance المزبوطة. واحط ال value بتاعة ال cutoff frequency المزبوط زي ما عملنا بقى في المرحلة بتاعة din normalization بتاعة الايه? بتاعة ال low pass filter. جزء بتاعة scaling اللي كنا بنعمل scaling للمكونات بتاعتي. علشان اوصل بيها للمكونات اللي بتحققها لـ design specifications المزبوطة. بنعمل الكلام ده برضو في ال high pass filter بس بشكل مختلف شوية زغيري. الحقيقة ال equations بتاعة din normalization او بتاعة scaling في ال high pass filter بتتعامل بال equations زي احنا شايفين قدامنا دي. دي الحقيقة بتتعامل بشكل مختلف شوية يعني equations زي ما احنا شايفين كده مختلفة شوية. وهنا actually بناخد values بتاعتنا يعني عشان ناخد في اعتبارنا المقلوب اللي حصل دوت. فبيبقى عندي ايه بده ما كان في عندي هنا. ال L لا علاقة بال L. وال C لا علاقة بال C لا. ده L بيبقى علاقة بال C star اللي هي قيمة بتاعة ال low pass filter model. ويبقى في عندي هنا ال R ويبقى في عندي هنا ال F C بتاعتي. اللي هي ال cut off frequency بتاعي بيساوي كام. وال C بيبقى علاقة بال L star اللي هي عبارة عن ال inductor بتاعي اللي هو اللي كان جايلي من ال من ال دايرة بتاعتي اللي هي ال normalized low pass filter model. فلو احنا شايفين ان احنا ببنعملش اي حاجة خالص. ببنعملش اي حاجة يعني ال cut off frequency بتاعي كان 1 radian per second. هلاقي كل اللي انا بعمله بحط L بتساوي واحد على C star و C بتساوي واحد على L star. زي ما احنا شفنا في الدايرة اللي احنا كنا بنتكلم عليها في السلايدي اللي فاتت. انما لو عندي general case بقى عندي R مختلفة اللي هي load impedance بتاعي مختلف. وعندي ال cut off frequency بتاعي مختلف. فده ال equation بتاعي 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 بتبقى عاملة بالشكل ده كده. فطبعا هي في الاخر بقدر scale high pass filter اللي انا جايبه من low pass filter. اللي هو normalize low pass filter. بقدر اخليه في الاخر يبقى عنده cut off frequency اللي انا عاوزها. ويبقى matching لل load impedance اللي انا عندي في الدزاين بتاعي. لو جينا بقى نتكلم على ان احنا احنا ازاي نعمل transformation دوت من low pass بقى ال band pass filter المرادة. بيبقى عندنا شكل دو مختلف شوية بتاع ال band pass. بيبقى عندنا حاجة بالشكل ده بيبقى لها width معين. بيبقى هو ده best band بتاعي بيبقى مقداره قديه او width بتاعه قديه. اول حاجة بعملها الحقيقة ان انا بعمل low pass prototype. بيبقى ال best band بتاعته هي نفسها قدي دي بالزبط. يعني لو انا بتكلم مسلا ان انا عندي best band بتاعتي هنا بيكلم على width دوت بنكلم على اثنين كيلو هيرتز. يبقى معنا كده اعمل low pass prototype. بيبقى عندي width بتاعي هنا ده عبارة عن اثنين كيلو هيرتز. فباسيكلي بنعمل نفس width هو هو بنسبة لل low pass prototype. وبعد كده بقى بنعمل transformation بسيط جدا بالنسبة للدائرة بتاعتنا بحيس نقدر برضو نوصل بيها نها تديني ال response دوت. فاول خطوة ان احنا بناخد اللو pass اللي هو normalize بعمله scaling بحيس ان ال cut off frequency بتاعه يبقى هو عبارة عن width بتاع ال pass band في ال band pass filter. بعد كده بقى عمل بقى transformation بالنسبة للcomponent زي ما نشوف. عشان نعمل بقى التحويلة من اللو pass filter اللي احنا عملنا له. خلينا اللي هو ال cut off frequency بتاعه يبقى matching pass band بتاع ال pass band filter. دلوقتي محتاجين احنا نعمل كل واحدة من ال branches الموجودة عندنا. لازم نعملها resonation عند center frequency F node بتاع pass band filter ده بيساوي. F node دي هي center بتاع pass band اللي هي اللي احنا عايزين نعملها في الفلتر بتاع ال band pass filter بتاعنا. وباسيكلي بنعمل ان احنا عشان نعمل ال resonation دوت. هنخلي كل واحدة من series inductors هتبقى series LC circuits عشان نقدر نعمل لها resonation. والshunt capacitors هنخليها parallel tuned LC circuits. يعني بيبقى عندي لو انا عندي F node بتساوي الكلام ده. طبعا F node دي عبارة عن واحد على twice pi square root of L C. اللي هو القيم بتاعت ال inductance والcapacitance الموجودين عندنا. و given القيمة بتاعت الcapacitor اللي عندنا بنقدر ان احنا نعمل بقى L والماتشنج C بيساوي كام relative لل frequency بتاعت ال center بتاعتنا بتساوي كام. فلو احنا عندنا كمسال ده الفلتر بتاعنا اللي احنا بتادينا منه اللي هو اللو باس فلتر احنا تادينا منه. لو احنا عايزين نحوله الباند باس فلتر. كل واحدة من الشانت C دي هيبقى عبارة عن parallel resonance بحط معها parallel inductor. وكل واحدة من series L هيبقى في معها series C كمان عشان يبقى في عندي هنا series resonance بين الاتنين دول. وهكزا كل واحدة من دول C هتتحول parallel LC وال L اللي هي series L هتبقى عبارة عن series LC وهكزا. وبناختار بها بنحسب القيام بتاعت ال component زيادة اللي احنا اضفناها دي من ال equation اللي احنا كنا نكلمين عليها دلوقتي. بحيث في الاخر نمانتين ان ال two components دول. ال resonance add f note اللي هي center بتاع ايه الباس باند بتاعت الباند باس فلتر. وده حقيقة في المتاع البساطة وممكن على طول بيقى مباشرة نحول الفلتر بتاعنا من low pass بال cutoff frequency اللي هو مماثل للباند ال width بتاع الباند باس فلتر. ليه على طول الباند باس فلتر بنفس ال center اللي احنا بنكلم عليها دولة f note بتاعنا. زي ما احنا عملنا قبل كده بالنسبة لل low pass filter وال high pass filter الجزء بتاع ال denormalization of components يعني بمعنى انا باخد ازاي normalize component values وحولها بعد كده لل practical component values جزء انا بقى استعملها في circuit بتاعتي. حسب ال parameter بتاعتي بقى عمل نفس الكلام بالنسبة للباند باس بس بطرية مختلفة شوية. كل واحدة من ال C series بيولاها equation بالشكل ده. L series بيولاها equation تانية. ال C parallel بيولاها equation تالتة. وال L parallel بيولاها equation ربا. فبنتكلم على الحاجات الموجودة بقى في ال equation. F U هي upper frequency بتاعت الباس باند بتاعتي بتاعت الباند باس فلتر. ال F L هي lower frequency بتاعت بتاعت الباند باس فلتر. بيكلم عن ال R هي ال RESISTANCE ال IMMEDIANCE بتاعت اللود. ال X هي ال component اللي احنا جايبينها من التابل. يعني بتكلم دوقتي ان انا قيمة اللي انا جايبها من التابل بكام. طبعا انا ممكن التابل بتاعي يبقى هي قيمة نفسها ممكن تبقى C او L. حسب بقى انا جايب C series دي جايبها من C او L بحط قيمة بتاعت ال component اللي جايبها منها اصلا في الجزء بتاع اللي هو normalize component بتاعتي اللي هي جات موجودة في اللو باس فلتر. فباسيكلي دي القيمة الاكس دي هي القيمة اللي جايبها من اللو باس فلتر normalize component values. فباسيكلي بشوف بقى C series جايبها من L ولا من C من التابل. واحطها هنا. وبعمل لها scaling بالشكل ده كده بحيس في الاخر تقيند ان هي تديني القيمة بتاعتي بتسوي كام. نفس الكلام هنا بس طبعا كل واحدة بتختلف طبعا ممكن ببقى في حاجات تطلع فوق حاجات تنزل تحت. فبنلاقي ان احنا عندنا في الاخر برضو بنقدر نحصل على normalization او دي normalize values لل L و دي normalize C هي في ال parallel branch او برضو ال L الموجودة في parallel branch بسوي كام. ففي الاخر بحصل من القيم دي من التعويض في ال tables دي او التعويض في ال equations دي بقى دي راحصل على القيم ال practical اللي انا هدأ راحطها في ال circuit بتاعتي وتحقق لي بعد كده ال ايه ال response اللي انا عايزه في ال design بتاعي مش ال normalize response بقى اللي كان موجود في ال low pass filter tables لا باكلم على ال practical response اللي design problem بتاعتي كانت بت specify. ال procedure بتاعت design بتاع ال band top filter مشابه جدا لل design بتاع ال band pass filter بس الحقيقة فيه اختلافات تنتيجة طبعا ان ده بيعادي وده بمش بيعادي يعني basically يعني فهنا الفرق ده واضح جدا ان انا بقى عن نفس transformation اللي انا كنت عملته قبل كده في ال band pass كنت ببتدي ب low pass prototype بنفس ال width بتاع الفلتر بتاعي بتاع ال pass band انا هنا باخد بقى ال width بتاع ال stop band واعمل او ابتدي ب high pass prototype بيبقى عنده ال width بتاع الكاتوف بتاعه هو نفسه ال width ده هو نفسه. فباسيكلي ببتدي ب high pass prototype وبعد كده ببتدي اعمل برضو حكاية ان انا بعمل series resonance او parallel resonance بحيس ان انا في الاخر احقق الكاركترستيكس اللي انا عاوزها. طبعا بتبقى معمولة برضو بشكل مختلف شوية في ال band stop filter زي ما هنشوف دلوقتي. الحقيقة ببتدي زي ما قلنا ال low pass filter ببتدي طبعا في الاول خالص نفس ال low pass filter. في كل الاحوال لازم ابتدي من low pass filter prototype. هنا بقى ببتدي بدلا ما كنت بامشى اطول من low pass اجيبيني ال prototype بتاع ال band pass. لا ده اللي بامشي في خطوة هنا الاول اجيب ال high pass الاول. high pass equivalent اللي هو بالباب ال width اللي انا عايزه. وبعد كده بجيب منه ال band stop. الخطوة دي هي عبارة عن بس اكني بعمل ديزان high pass filter بالزبط وبحط بقى كل ال parameter بتاعته بال cut off اللي انا عايزه اللي هو corresponding to the width بتاع ال stop band. بتاعت ال band eject filter. وبعد كده بقى بدلا ما كنت باجي علشان اطلع ال band pass filter. كنت بعمل حاجات ال parallel اخليها parallel resonance والحاجات series اخليها series resonance. بعملها العكس بقى في ال band reject. فبعمل هنا في الجزء اللي هو ال parallel دوت بخليه series resonance. والحاجات اللي هي series بخليها parallel resonance. وطبعا نفس الحكاية بزبط بزبط ال parallel resonance او series resonance. بزبطهم على ال F node بتاعتي اللي هي عبارة عن center بتاع ال band reject filter او band stop filter. فهي نفس ال procedure هي هي بالزبط. وبيعندي طبعا القيم بتاعتي بتاع المكونات بتاعتي بتبقى موجودة برضو بنفس الشكل اللي احنا شفناها قبل كده. او very similar يعني بنفس الشكل اللي شفناها في ال band pass filter. نفس الحكاية برضو بنقدر نعمل النرماليزيشن للمكونات نفسها. الريلاتف بقى ل ال edges بتاعت ال band stop filter دي ثين بالزبط. وريلاتف ل ال impedance بتاعت اللوت بتاعتي عاملة ازاي. فبيعندي برضو equations كده بالنسبة للمكونات ال R وال L و C بتوعي. حسب هما ثين او كانوا series او كانوا شنط. بقدر عملو بنرماليزيش برضو بنفس ال equations دي. ال F U هي ال upper frequency بتسوي كام. وال F L هي lower frequency بتسوي كام بتاع ال band reject filter راحنا بنتكلم عليه. فبسيكلي بقدر برضو اكس دي هي مكون اللي جاي لنا. قيمة المكون اللي جاي لنا اساسا من ال low pass normalized curves. ففي الاخر احنا بنقدر نحصل برضو على المكونات ال practical بتاعتنا اللي بنقدر نحطها في دائرة بتاعتنا عشان تحقق لنا design specifications زي احنا طالبنا. في الحقيقة في المحاضرة دي كلمنا على بعض الامثلة لل filters اللي هي يعني بتغطي الباسل باترورث والشابي شاف ريسبونسز. بنتكلم عن احنا طبعا لو حبينا نبص لأي واحدة من ريسبونسز التانية زي ال elliptic functions زي ال inverse شابي شاف. هنلاقي برضو لها نفس ال tables او tables برضو ممثلة ونقدر برضو نبص على response curves ممثلة. ال procedure نفسها هي المهم ان احنا نفهمها من المحاضرة دي. بعد كده التعامل مع ال tables بقى او هنستعمل او كده دي ما بتفريقش الحقيقة كتير بين design والتاني. فانا بنصح الناس ان اتجرب باديها الحقيقة انها تعمل يعني filter design بال procedure احنا كلمنا عليها دي. وانس ان احنا عملناها مرة بادينا بنلاقي ان احنا فاهمين الدنيا ماشا ازاي وسهل بالنسبة لنا ان احنا نعمل ال design ده لأي practical problems من غير اي مشكلة. فممكن نجرب نحنا design a fifth order butterworth low pass filter with one kilo ohm load impedance cutoff frequency 10 kilo hertz. برضو نفس الكلام ال telephone band speech. والفلتر ده to be driven from a zero ohm source. يعني برضو با ايديا ال op amp. ممكن نقرر نفس ال problem دي ببس الفلتر ونشوف الفرق بين ال اتنين عامل ازاي. ممكن بقى نقرر بقى نشتغل بقى بال transformation اللي بتحول لنا low pass لل high pass وال band pass وال band stop. لو احنا قولنا نحنا عايزين لوقتي نعمل design a high pass بcutoff frequency 1 kilo hertz. with top band attenuation of 50 decibel and 100 hertz. with a load resistance of 50 ohm. نفس الكلام بالضبط بنعمله بنعمل design لل low pass filter مقابل المواصفات دي. ونبتدي بعد كده من المواصفات دي. نبتدي بعد كده نعمل transformation بقى من ال band pass من low pass لل high pass بالطريقة اللي احنا شفناها بان احنا بنغير كل واحدة من المكونات بتاعتنا لو كانت shunt c هنخليها series L او لو كانت shunt c هنخليها L ولو كانت L هنخليها C وفي الاخر هنطلع نفس ال ايه نفس المواصفات اللي احنا عايزينها في ال final filter بتاعها. لو احنا عايزين نعمل band pass filter بيبقى عندنا طبعا عندنا lower و upper cutoff frequency 1.2 hertz. وعندنا attenuation 40 db at 500 hertz. وهنأسيوم 1 kilo ohm load resistance. برضو نفس الكلام بنمتدي بlow pass وبعد كده بنمتدي من low pass دوت نعمله scaling بحيس ان يبقى ال cutoff frequency بتاعته هي ال width بتاع ال band pass filter اللي احنا عاوزينه اللي هو هنا يبقى 99 وبعد كده بنبتدي نعمل المرحلة بتاعتنا نحنا نغير كل واحدة من shunt c نخليها parallel resonance ونخلي كل واحدة من series L نخليها series resonance ويبطيق بعد كده نزبط ال frequency بتاعتنا عا ال center frequency بتاع ال filter اللي هتطلع طريقا 100 hertz وبعد كده بنعمل دي normalization على load impedance بتاعتنا وعلى upper وال lower frequency بتاعتنا بتسوي كده نفس الكلام بنقدر نعمله برضو كلام شبيه به في الجزء بتاع ال band stop filter. هنا بقى بناخد الجزء بتاع ال stop band بتاعتنا من 45 ل55. ده ال width بتاعها بقى 10 hertz. نبتدي نعمل design high pass filter يبقى بال width دوت. وبعد كده بنعمل بقى denormalization علشان نعمل نوصل الفلتر بتاعنا ده ان هو يكون ملائم يعني limit hertz دي ولل upper and lower frequencies دي. ففي الاخر نلاقي ال procedure نفسها في حد ذاتها هي straightforward. بس محتاجين احنا نمشي خلال procedure دي وانس كده علشان نبقى فاهمين كل ال steps بتمشي ازاي. وفي الاخر بنحصل على مكونات. موضوع بقى احنا ناخد المكونات دي نعملها implementation ازاي بقى? هنعتمد على الكلام اللي تكلمنا عليه في اول محاضرة. هنقض اعرف value بالنسبة لكل ال value زي احنا نطلع علينا دي. ونحط بقى معاها trimmer او نحط جنبيها. يعني فيه variable مكونات. variable component variable value يعني component زي variable capacitance or variable inductance. بهيس في الاخر ان هي توصلنا ان احنا نتريم الفلتر بتاعنا على الكتاف بتاعنا بمظبوط. يبقى ال value بتاعتنا تبقى رايبة جدا من ال value اللي احنا عندنا في الدائرة بتاعتها. وطبعا نخلي بالنا ان احنا حتى لو لقينا ال value بتاعتنا متطبقة مع ال value اللي موجودة في السوق اولا اولا واحد كيلو اوم مثلا. واحد كيلو اوم دي في الفلتر. اه لقيتها موجودة في السوق. احنا لازم ناخد في اعتبارنا ال واحد كيلو اوم دي بيبقى لها tolerance. فالتولرانس ده بيخليني برضو لازم في الاخر احط معا trimmer بحيس ان انا بتاعت ال resistance الموجودة عشان تبقى مظبوطة تبقى ادب الزبط القيمة اللي موجودة في ال design بتاعي. وفي كل احوال جزء بتاعة ال analog filters ده جزء من الاجزاء المهمة قوي اللي بنلاقيها موجودة في تقريبا كل الاجهزة الطبية. فمن المهم جدا نحن نحاول نفهمه كويس علشان لو احنا حاب نعمل implementation لحاجة زي كده بالنسبة لمشروع التخارج او بالنسبة ال design بتاع الجهاز صغير بنحاول نعمله او حاجة من هذا الشكل.